طبعاً أخوكو أردوغان شغال في الحلم في الجميل برضو من أسبوعين ثلاثة كده بيتكلموا على الصفقة اللي عملها مع مادورو بتاع فنزويلا بتسعمية مليون دولار دهب خدتهم منه تركيا قال إيه بيستوردوها منه لشركة في تركيا رأس مالها مليون دولار طبعاً كل ده تهريبه غسيل مادورو كان عايز يطلع الدهب بتاع فنزويلا برة أخوكو أردوغان قال له أمان يا لاللي هات الدهب عندي هنا إيه أجد عنده دعالي بابا أقول لأربعين حرامي وطبعاً أول ما مادورو ويع أول واحد قال مادورو يا حبيبي كان أردوغان لأنه واخد منه الدهب بتاعه شغل شغل فلوس وسرقة وغسيل أموال وبعدين ييجي يكلمك إيه يقول لك خليفة المسلمين هو كان عندنا خليفة عامل كده دعني واحد فيهم دعني واحد فيهم سلطان الإسلام دعني واحد فيهم أبو إيد طهرة دعني واحد فيهم على فكرة جماعة الأمير يعرف ينام بالليل الدولة الوحيدة في العالم اللي بيحرصها جيش مش بتاعها قدام أسرق الأميري عساكر غير قطريين فيش دولة في العالم ولا الفاتيكان فيش دولة في العالم كده إنه الأمير نايم جوه وبيحرصه توركي وإيراني برة ولهم الضبطية القضائية والتحرك في الدوحة في كل مكان في أي مكان يفتحوا أي باب يخشوا أي مطعم ولا يتم محاسبتهم قضائيا الاتفاية موجودة لو ضربوا أي حد لو أتروا أي حد ما يتحسبوش يسافر تركيا تاني يوم مبارح أو من يومين كان فيه وزير التجارة التركي بيتكلم عالطفرة اللي حصلت في الصادرات التركية طيب كان وزير التربية والتعليم بيتكلم على أولى سنوي وزعين فيها 750 ألف تابلت قد سكان قطر الصادرات دي إيه أول مبارح وزير الدفاع القطري كان بيستقبل الطيارة الرفالي الأولى ده احنا خدنا تريع على الرفال دي وانتو ازاي تشتروا طيارة عاملة كده دي الرفال دي طيارة بيزة ده المصريين يشتروا القطر ده المصريين يشتروا الترمي يعني إيه وانتو تعرفوا تسوقوا رفال فانبارح وزير الدفاع القطري أنا بقى هسألك هو مين اللي حيسوق الرفال يا سيادة الوزير الدفاع القطري هتجيبوا حد زيفريك كرة من برة وراح مسميين ايه السربي العاديات ايه العاديات دي يعني عادية يعني ولا ولا التي تعدو ولا التي العدوة ده الجيش القطر كله قدامكم في صورة تسكرية قال لهم وقفوا سلكي مع الطيارة اللي زلونا بيها وقال لك بيتضيعوا فلوس الشعب عن الرفال الرفال دي طيارة ما حاجب يشتريها فراح نازل طقم اشترى الرفال كله في شرق اسيا وفي الخليج وفي مليون حتة في العالم اشتروا الرفال اشتركوا في القناة